ينتظر أكثر من 800 ألف مهندس لانتخابات النقبية التي ستقام في الرابع من مارس المقبل وتقدمت قائمة مهندس في حب مصر ببرنامج طموح يلبي رغبة وطموحات جموع المهندسين أكثر من 800 ألف مهندس عضو بنقابة المهندسين على موعد في الرابع من مارس المقبل مع انتخابات يتطلعون خلالها إلى المزيد من الإنجازات والامتيازات وللمرة الثانية تتقدم قائمة مهندسون في حب مصر إلى انتخابات نقابة المهندسين ببرنامج طموح يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لجموع المهندسين والاستمرار في دعم المشروعات القومية استكمالا لما بدأته القائمة منذ أربع سنوات أول حاجة بتهمني يكون بالنسبة للشباب الخارجين أننا تدورات التدربية والمنح التدربية التي تتم تنفيذها بالنسبة لهم اللي هي بتديهم فرصة للتجهيز لسوق العمل نمرة اتنين عملنا بورتال توظيفي في نقابة المهندسين وتواصلنا مع الشركات ومع الجهات الطالبة الزملاء المهندسين سواء في مصر أو في الخارج علشان وجاء ليمبرحل من هيئة طاقة النووية مجموعة طلبات بالنسبة للمهندسين بيتم حضرتك عرضها على البرنامج الخاص بالتوظف في نقابة المهندسين أهم حاجة عملت للشباب في الفترة السابقة هي موضوع التعليم الهندسي وما تم بزله من السيد النقيب المهندس هاني ضاحي بالتنصيق مع المجلس الأعلى للجماعات وزارة التعليم في هذا الملف الذي شغل الكسرين وتم إنهاء الحمد لله بإيقاف إنشاء المعاهد الهندسية لتقليل أعداد الخرجين ليكون حجم الخرجين يتناسب مع سوء العمل والمستهدف في سوء العمل العربي والافريقي تحسين دخل شباب المهندسين كونهم يمثلون 50% من أعضاء الجمعية العمومية والعمل على توفير فرص عمل لهم أحد أهم أولويات قائمة مهندسون في حب مصر بالإضافة إلى تطوير ملف الرعاية الطبية وتنمية موارد النقابة وتحقيق الأنشطة النقابية في كافة النقابات الفرعية ودعم صندوق المعاشات أنا استلمت الصندوق من 2019 كان في حوالي 30 مليون جنيه النهاردة الميزانية اللي إحنا هنعرضها الأسبوع الجاي بتاعة 2021 فيها 130 مليون جنيه اشتغلنا على الدمغة الهندسية كان عندنا موظفين بيروحوا للشركات تجيب الدمغة الهندسية حققنا السنة اللي قبل اللي فاتت 250 مليون جنيه دمغة الهندسية بتخش مباشرة لصندوق المعاشات والسنة دي محققين 268 مليون جنيه برضو هتخش صندوق المعاشات طورنا معظم النقابات بنينا وطورنا كافة النوادي على مستوى جمهورية مصر العربية منذ قليل الزملاء في إدفو بعتنا لهم جواب الموافقة على تخصيص ألف متر لعمل نادي وكلمتهم مباشرة والناس سعادة جدا بيشكروا حقيقة المكتب والمجلس الأعلى لنقابة المنسي لسرعة استجابتهم بالنسبة لنا كمجلس حالي فعلا قابلنا أو بزلنا مجهود كبير جدا قابلنا اتحاديات كبيرة جدا استلمنا النقابة طبعا سنة 2018 كان فيها عجز في صندوق المعاشات كان فيه ملفات كتيرة جدا غير مكتملة الحقيقة بازلنا مجهود كبير جدا في التعامل مع القابط المهندسين كانت كمؤسسة اقتصادية بتخدم حوالي 200 ألف مهندس كان لنا طبعا خطة واضحة تتركز فيه على تنمية موارد النقابة وترشيل وتنظيم المصرفات ما بندغطش مصرفات احنا بالعكس احنا زودنا مصرفات على انشبت النقابة في كافة المجالات شجعنا الاستثمار في مجال التدريب شجعنا الاستثمار في مجال الاسكان كان فيه مشروعات كتيرة جدا في الاسكان كانت متوقفة من عشرات السنين افلناها وطرحناها للسادة المهندسين وانشأنا مشروعات جديدة نقابة المهندسين بالنسبة لنا كمهندسين هي بيتنا هي اهم حاجة بتمثلنا وبنشكر وبنشكر بشدة المهندس هاني ضاحي على وفقته على الاستمرار في تحمل المسئولية كما تواصل تنصيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدفع بدماء جديدة في مختلف المجالات حيث تنافس ولأول مرة في انتخابات نقابة المهندسين بخمس مقاعد سبق لنا المشاركة والتواجد في جهات تنفيذية مثل مجلس النواب ومجلس شيوخ نواب محافظين المرة دي انتنسية ان شاء الله نزلة لما نقابة المهندسين من سقل ومن اقدم النقابات الموجودة احنا عندنا خمس مرشحين كما هو معهود على تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان هي لديها كوادر قادرة على تحمل المشؤولية وكوادر قادرة ان هي تخد كافة الاستحقاقات وتنقارد في المجتمع يمكن عندنا تجرب سبق في مجلسي النواب والشيوخ بتراشح زملائنا من الشباب ودي سابقة لم تحدث الانتخابات اللي موجودة دلوقتي مع المهندسيني ضحي زي المهندسيني ضحي مقال ان احنا بنتكلم تقريبا من 40% من الشباب بياخدوا الانتخابات على القيمة ودي نسبة كبيرة جدا بتقول ان احنا عندنا تمكين لمجموعة شباب كبيرة بتقود النقابة في الفترة اللي جاية وفي الخدمات الاجتماعية اللي بتقدمها النقابة والخدمات المهنية ومن المقرر ان تجر انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف اعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف اعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات يوم الجمعة 25 فبراير الجاري ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة الرابع من مارس القادم هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين على أن يكون يوم الجمعة 11 من مارس المقبل الإعادة على منصب النقيب حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين